كابتن مصر كابتن هزي إسماعيلية السابق كابتن سيد بازوكا أو كابتن سيد عد الراز عشان بس الاسم الصحيح ولكن خلينا أكمل معاك كابتن مباراة الغد الأهل مقصة مقصة كابتن في الدول المنتظر خلاص رسميا عا بتمهش رسميا ده من أول مبارح ايه بتاعت تماما عن وجوده في الدول المنتظر مصر القادم والأهل بيحاول يعود بشكل مختلف في بطولة كاس مصر بتشوف ماتش بكرة هل يعني من خلال الآلي باسمه والمقصة بالشكل اللي فيه الأمور سهلة على الآلي ولا الأمور لا مسهلة لأنه بيلعب فرقة مستبيعة فرقة بتعرض نفسها لعيبة عاوزين بيعرضوا نفسهم في السوق احنا موجودين اللي عاوز يشتري تخاف من الأنديالة زي دي تخاف منها وبعدين بدأوا يلعبوا كرة كويسة في الآخر المقصة فين في الآلي؟ لا في المقصة ما فيش ضغوط بقى كابتن اما أنا بقولك ما بدأ يلعب كرة خلاص فهو بيعرض نفسي دلوقتي الآلي عنده هم مشكلة لأنه بيلعب واحد جريح ما بيخافش على حاجة واحد متعور ومستبيع مش باعي على حاجة الآلي باعي إنه نادي بطولاته عاوز يكسب وعاوز يستمر في البطولة عاوز ياخد بطولة لما شوف زمالك ياخد كاس واخد دوري واخد أنا فين جماعير الآلي يا كابتن حتى مين يعني حتى لو احنا بنتكلم إنه فينا شيئين بيلعبه برضو مطالبين اللعبة دي إنها تاخد بطولة عشان الجماعيرها يعني الجماعير قالي ما بتقبلش غير بكده طبعا همو الناديين الكبار كده ومناديين الكبار لا حسنا دي تقولك ماشي اللعب الناشين بيلعبه معايا لا 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 بيلعبه 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 مطالب طب إحنا نقول بقى زمالك ده بقى أحسن نادي في العالم مش في مصر بقاله سنتين لا بقيد ولا بيجدير بلعيبة ولا أي حاجة وبيلعب من اللي عنده وعنده مصابين كتير وما يكسب خد بطولة وماشي كويس الدوري طب نقول عليه إيه لا النادي البطولات هو يلعب بأي حاج هو النادي البطولات كده وبعدين جماهير الأندية الجماهرية جماهير عظيمة بتحرك الصخر شوف إحنا كنا فين إحنا كنا بنشمل اللعيبة اللي موجودين كنا بنعلمهم موظفين دولوقتي بنقول عليهم من أحسن لعيبة الجهاز هباشنا الجهاز بنقول علي دولوقتي أحسن جهاز بنديه الإدارة نفس الحكاية فالجمهير بتحرك الصخر جمهير الأهل والزمالك شوف إنت جمهير الزمالك بينزل الزمالك بيخلص الماتش في أي وقت صحيح هل ده كان الزمالك ده الأول ما كانش الزمالك ده الأول الأهل نفس الحكاية الإسماعيل نفس الحكاية الإسماعيلي أول مرة يمكن لما كان مكسر الدنيا أول مرة يكسب خمس ماتشات وراء بعض يعني الإسماعيلي سبنا من الأربع تعادلات والهزمتين لا أنا أقول لك آخر خمس ماتشات كذبان سموها واحد صفر وبعدين كذبان فتشر اتنين واحد وبعدين كذبان المقصة أحسن ماتش تتعامل في الدوري ثلاثة صفر في ملعبهم وبعدين كذبان المقصة واحد صفر لأنها فرقة جاية مش باقي على حاجة وبعدين كذبان أول إن بقى لحيط حس كندريا واحد صفر أنت صعبت الأمور على الاتحاد صعبت على الكل لأنه أنتو الاتحاد الإسماعيلي كانوا فوق بعض في الجدول ما أنا فاعد بالتالي التلات نقط دول خلوا الإسماعيلي خلاص ما إحنا مش خلاص إحنا اطمئنينا يعني خلاص الحمد لله الاتمئنان اللي جيب ستة وتعليزين سبعة طويلة بنت خلاص زمن لأنه التعادل بتاع المقاولين والجونة أضوا على بعض وبعدين تعالى بقى نمسكها المدربين بقى يعني استحالة ما احترامي ليهم كلهم أخواتنا وحبابيبنا يا أخي اللي شايف نفسه خص السبعة تامنة واتشات ما يمشي حظك وحش خلاص انت مدرب كوي كل المدربين حظك رمين عندي بتاع المحلم وصف عبدو خلاص مش مشة معاك يمشي عودة أنا الادارات هي اللي بتقرر بقى ما دا غلط دا دارة مش خايفة على نديها